اشهدت مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بما جاء في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في مستهل جلسة مجلس الوزراء بتعزيز التعاون مع السلطة التشرعية تحقيقا لتطلعات المواطنين وللاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها مؤكدة مع عليها أن كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله تعبر عن رؤية رفيعة نحو تعزيز مسيرة التعاون والتنمية والإنجاز والعمل الوطني والرؤية البستقبلية الواعدة في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشارت مع عليها إلى أن مضامين كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تشكل لنا جميعا معالم الطريق المستنير لخدمة الوطن والمواطن وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وأضافت مع عليها أن قيم الوفاء الجميل التي تجلت في كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في فقيد الوطن رحمه الله تؤكد الحرص الرفيع للمضي قدما في مؤصلة مسيرة البناء والنهضة والإصلاح والتطوير مؤكدة مع عليها حرص المجلس النيابي على دعم جهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء عبر التعاون الفاعل والعمل وفاء وإخلاص لجلالة العاهل المفدة أيده الله وللوطن